قربنا نوصل ان اللاعب اللي بيسجل في الدور المصري عشر اتناشر جول ده بيبقى لعب عظيم وتاريخي الراجل ده سجل 18 جول كده كده ده لو بدأ الموسم كنا هنشوف ارقام ما شفناهش في حياتنا ده مش بعيد اللي تحتيك انا هيجمعه بعض يجيبه رقمه مش ببالغ وقال الراجل فعلا مميز ورائع وهدية القدر للنادي الاهلي الاهلي تعب في البحث عن مهاجم ولقى في الاخر وسام ابو علي من بغته وهنا وسام والاهلي طيب تعال اقول لك النهاردة في الولمبياد الولمبياد باريس نتائج المصريين اللي حصل لسه بس طبعا منتخبنا الوطني الكورت اليد حكاية كالعادة كسب الارجنطين 34-27 ولعب منتخب مصر رماية اميرة ابو شقة تنهي منافسات لسكيت السيدات في أولمبياد باريس في المركز 29 الأخير بالرصيد 107 نقطة وعمر خالد يودع تصفيات المرحلة الأولى لمنافسات رماية 25 متر مسدس بعد احتلاله المركز الواحد وعشرين من قصد 29 كما يودع تصفيات المرحلة السنية بعد احتلاله المركز الاربعة وعشرين ومنتخب مصر الاسلاح الشيش بيخسر أمام كندا بنتيجة 45-38 وينهي في أولمبياد باريس باحتلال مركز السامن وأنا هعلي بدأ بمشاركته في سباق القارب الشرعية باحتلال مركز 29 في السباق السابق والمركز 39 في السباق السامن من أصل 42 مشارك وأنا هتخلود منسي تصفيات الخاصة بالقارب الشرعية في المركز الاربعين من أصل ساعة 40 مشاركة بكرا إن شاء الله ملك توفيق هتلعب مرحلة التصفيات في منافسات الغطس عشرة متل سابق وذلك في الحدائة عشر صباحا وفي تنس الطاولة منتخب مصر الرجال هيلعب قدام منتخب طايوان في منافسات دور الستاشر وده في الحدائة عشر صباحا ومنتخب مصر السادات أمام منتخب السين في منافسات دور الستاشر الساعة 14 خلود منسي هتلعب في سباق تسعة عشرة متر في الساعة الوحيدة والربع زهرا ويلعب علي بدوي في سباق تسعة عشرة متر في السالسة واربعين دقيقة عصر يلعب مؤمن ربيع مع الصيني ساو ليجو في منافسات وزن 60 كيلو جرام وذلك في الربع عصر ويلعب عبداللطيف منيع مع التركي حمزة بكر في منافسات وزن 130 كيلو جرام وذلك في الخامسة وعشرين دقيقة عصر السباحة التوقعية يلعب منتخب مصر في منافسات الروتين الفني وذلك في السامنة والنصف مساء وفي قرة القدم منتخبنا الوطن الأولمبي طبعا يلعب مع نظير الفرنسي في العشرة مساء بالمناسبة المواجهة بكرة مواجهة ثقيلة قدام المنتخب الفرنسي مش بس عشان هو صاحب الأرض والجمهور سوى منتخب قوي جدا عندي احساس ان احنا هنعمل مباراة محترمة في كل الاحوال في كل الاحوال بس يا جماعة اهو انا بقول لكم من بدري الكورة كورة يعني ايه يعني لازم يكون فيها فرقات منتخب الفرنسي اه فارق عننا بس المنتخب الاسباني كان فارق عننا وكسبناه منتخب برجويا المفروض يعني ازم مننا حتى بس كسبناه منتخب الفرنسي قوي جدا جدا نحاول ونجتهد ونصدق نفسنا ونخلص في شغلنا ونتعب وما نخافش نلعب بحرس شديد جدا دون اخوف ويبقاش فيه اخطاء في النواحة الدفاعية وهجمية نستغل انصاف الفرص هذا المنتخب لم يدخل فيه اي هدف في كل المباراة العيبة حتى الان في الاولمبياد هنبقى مركزين جدا وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يا رب باحلم اخشلكوا بكرة بعد المباراة مباشرة واحنا بنقول منتخبنا الوطني عامل انجاز تاريخي نسعى النهاء والانبياد يا جماعة يا سلام على الحلاوة يا سلام على الجمال خلونا نحلم لحد بكرة والحلم مشروع ومنطقي ووارد ووارد سيحن نلعب مع منتخب كبير فنبقى هادين على حتى رجالتنا بكرة نزقهم وندفعهم من ان شاء الله ربنا يكرمهم بس نحط الامور في منطقها الطبيعي وان شاء الله لأ نلعب على الدهب بإذن الله نهارده المنتخب الأسباني لكرة اليد فاز على المنتخب الكرواتي بنتيجة 32 31 في السواني الأخيرة عشان يضرب موعدا مع منتخبنا الوطني يوم ان شاء الله يوم الأربعاء القادم مساء تحديدا في السابعة مساء مواجهة صعبة جدا برضو على منتخبنا الوطني وبالتأكيد على المنتخب الأسباني بس في كرة اليد اللي عاملها كلها رأس برأس نحن نلعب مع منتخب جامد بس احنا جامدين رأس برأس بقى دي ما فيهش فرؤات نعم منتخب جامد وان شاء الله ناخد خطوة لقدام النهارده تم الإعلام عن موعد مباريات دور 16 بكأس مصر بص بص هتسألني أنا قبل ما أقولك عن موعد لأ لأ ما عليش يا جماعة موسم بس اتحددت الموعد وإن كان يعني حاولوا يا جماعة تفكروا بس بالعقل بيرامدز هلاعب أبوير للأسمية ده يوم الخميس الساعة تمانية يوم الخميس تمانية أغسطس الساعة السادسة مساء والترسانة هيواجه الجونة يوم الجمعة 9 أغسطس والبنك والبنك الأهلي مع المصر يوم الجمعة 9 أغسطس أيضا يوم السلساء الإسماعيلي هيواجه السموحة سلساء 20 أغسطس لأهلي هيواجه فاركو يوم السلساء 20 أغسطس ومودرن سبورت هيواجه امبي يوم السلساء 20 أغسطس أيضا سيرامية كليوباترا مع زاد افسي يوم الـ 4 و 21 أغسطس والزمالك هيواجه طلاع الجيش يوم الـ 4 و 21 من نفس الشهر ساعة 9 مساء طيب نتعاون روح ناخد اللقاء تاني مع واحد من الأسماء البرتغالية الكبيرة فرناندوميرا نجم منتخب البرتغال وبينفيكا واشتوكرد السابق أفن المشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 أهلا بيك أنا مبسوط جدا أن أنا معاكم النهار دا إحنا نسعداء جدا خاصة أن أنت راجل يعني زملت نجمنا المصري الكبير عبدالسطار صبري أكيد تتذكره بالخير طبعا 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 لعبنا في بنفيكا وأنا طبعا دا حبيبي يعني طيب بداية بالتأكيد أسألك على ما حدث في بطولة اليورو الأخيرة ومشاركة المنتخب البرتغالي تقييمك لهذه المشاركة للأسف هو يعني الحظ ما كانش مع البرتغال طبعا العالم كله عارف أن فرقة البرتغال فرقة كبيرة ولكن لو لكننا كنا محتاجين حظ أنا شايف من وجهة نظري الحظ ما حلفناش وشايف أنهم المفروض كانوا لعبوا أحسن من كده هذا الجيل في البرتغال واحد من أفضل الأجيال اللي عدت على البرتغال الأجيال كثيرة عظيمة عدت على البرتغال لماذا لا يستطع هذا الجيل التقدم أكثر في اليورو أو في بطولة كأس العالم منذ بطولة اليورو 2016 ابتعد المنتخب سواء في اليورو أو عن كأس العالم أنه يحقق إنجاز هو الحقيقة صعب أن نحن نقارن الجيل الحالي بالجيل القديم بس طبعا دائما البرتغال بتختار أحسن لعيبة في العالم مش بس في العالم يعني في البرتغال كمان لكن الصعب أننا نقارن ما بين دلوقتي وبما بين اللعبة اللي إحنا كنت منلعب معاها زمان ولكن طبعا اللعبة اللي لدلوقتي موجودة طبعا ممتازة ولكن زي ما أنا قلت لك في الأول هو الحظ محتاجين حظ أي جيل كان أفضل الجيل اللي إنت كنت موجود فيه ولا الجيل الحالي للمنتخب البرتغالي؟ طبعا طبعا اللي أنا كنت فيها طبعا أنا حس إن كان فيه أسامي أكبر وكان فيه ناس عندها الروح في اللعب عندها الروح في الملعب كان مهم بالنسبة لنا المكسب فأنا بين وجهة نظري أن البرتغال حاليا ما عندهاش نفس الروح بتاعة زمان وبرضو أنا بين وجهة نظري كل سؤال هتسألوني هقول لك أنا شايف أن هو الحظ هو اللي بيأثر معنا بعض المشاهدين أو المتابعين انتقدوا فكرة مشاركة كريسيا ورونالدو في التشكيل الأسائي المنتخب البرتغال في بطولة اليورو الأخيرة هل كنت مع هذه الطائفة من الناس أم كنت مع فكرة أن كريسيا ورونالدو يشارك بشكل أساسي وبشكل طبيعي؟ يعني أنا شايف أن دي حاجة طبيعية يعني هو الجمهور دايما مع اللي بيلعب كويس فلما اللعيب بيلعب كويس بيبقى هو الملك والناس كلها تشجعه والناس كلها مفسوطة بمشاركته ولو ما شاركش الناس تختلف وتقعد تسأل عليه ولكن لما اللعيب يحظ برضو ما يحلفوش ويبقى بيلعب بشكل ضعيف عن الأول وده طبيعي إن ده بيحصل مع اللعيبة ممكن تبقى اللعيبة كبيرة جدا وفجأة الرتم بتاعها هيقل فطبعا الناس كلها بتتدائم الموضوع أنا من وجهة نظري أنا كنت مبسوط عايز سألك هل تتابع مباريات كرة القدم في أولمبياد باريس أم لا للأسف أنا الوقت في أجازة فاهتمامي كله وأسر يعني عايز سألك عن رأيك فيما يقدمه لعبنا المصري محمد صلاح على مدار مشوار طويل في ملاعب كرة القدم الأوروبية وتحديدا الإنجليزية محمد صلاح هو أحسن لعب في العالم من وجهة نظري دلوقتي هو سريع جدا لما أول ما بيمسك الكرة بيعمل ألأ كبير جدا للمنافس سواء للمدير الفني نفسه للمنافس فمحمد صلاح أنا من وجهة نظري هو حد يعني يستاهل أحسن من كده ويستاهل يلعب أحسن فريق في العالم فرناندو ميلا نجي منتخب البرتغال وفرق بين فيك واشتوتجرد أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء طيب دي حكاية تعالواح لي أخبارنا روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأوليمبي هذا المدرب الكفء لحق أول ميداليا للبرازيل في كرة القدم في 2016 ويبدو أنه قريب النحاء أول ميداليا لمصر في الأوليمبيات الناس كلها بدأت تقولك هو بعد الأوليمبيات ميكالي خلاص هيسدنا مش هيبقى معانا ميكالي وخلاص المنتخب الوطني ده خلاص مش هيفضل مكمل فميكالي خلاص مشي مش موجود هحكي لك شوية كواليس مهمة ميكالي يبدو أنه مكمل معانا مكمل معانا إزاي هقولك في اقتراح إن ميكالي يمسك منتخب الشباب اللي هو مسكو دلوقتي الكابتن واق الرياض ياما الكابتن واق الرياض يبقى معاه في الجهاز الفني ياما يمسك مكان الكابتن واق الرياض في اقتراح وفيه مركز معي بقف دي وفيه أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك اقتراح اسم ميكالي على طاولة مجلس الإدارة وقال ليه ميكالي مييش بدلا من جوزيجو ميز المدير الفني الحالي للفريق شخص اقتراح هل ده معناه بتقول لي يا كريم يعني جوزيجو ميز مياشي خلاص لا أقول لك شخص اقتراح في مجلس الإدارة وممكن يبقى جوزيجو ميز ميكمل مع نادي الزمالك عادي جد بس ميكالي موجود في الصورة في نادي الزمالك أبش خيار وفيه معلومة كمان ان ميكالي تحت أنظار نادي بيرامد إذن ميكالي مرشح لتدريب منتخب الشباب ميكالي مرشح أو عشان أبقى ضقيق اسم مطروح في نادي الزمالك ومرشح لتدريب نادي بيرامد ميكالي هيبقى فين بعد الأولمبيات الله أعلم أنا بقولك بس لإيه التحركات في اتحاد الكرة بيفكروا في منتخب الشباب يمسك منتخب الشباب ويطلع بيه بقى يلعب بيه وبعد كده يلعب أولمبيات يعني يتساعد منتخب أولمبي هذا المنتخب للشباب وهكذا ويكمل مشوار آخر مع منتخبات مصر للشباب والأولمبي دي حكاية ده خبر خبر آخر محمد عبد المنعم أيوة قريب من الانتقال لنادي نيس الفرنسي الساعات اللي فاتت شهد التقارب في المفاوضات ما بين نيس والنادي الآلي حول الصفقة وعبد المنعم برضو ضغط وطلب وحاول يقنع النادي الآلي بالموافقة على عرض نيس بحسن معلوماتنا إن محمد عبد المنعم هيوقع لنيس الفرنسي لمدة أربع مواسم أربع مواسم النادي الآلي هيحصل على إيه؟ حتى هذه اللحظة اللي بكلمك فيها دي الكلام واقف عند 2.5 مليون دولار الآلي عايز يطلعهم لتلاتة مليون دولار عشان يوافق على بيع محمد عبد المنعم إلى النادي الفرنسي مارس الكولر يتواجد فيه كرة القدم الأوروبية في أي بقى دولي سواء دولي في فرنسي أسباني إيطالي إنجليزي يستحق قادر إنه يلعب في الدوليات دي خد بالك إنه العمر بيتقدم مع عبد المنعم لو ما خرجش دلوقتي مش هيخرج في أوروبا ممكن يخرج بقى في أحد تانية في الخليج في الدولة العربية بس أوروبا هيبقى صعب جدا جدا يعني طيب مبارح انفرضنا هنا في رقم 10 بخبر مفاوضات النادي الزمالك مع حسام حسن مهاجم سموح النهاردة جايلك بشوية كواليس أكتر في القصة دي بحسب مصدر مكرر من حسام حسن ففي وسطاء كلموا مع حسام حسن وأقنعوه إنه ينضم لنادي الزمالك بداية من الموسم الجاي وقالوا لنادي الزمالك شايفوا المهاجم الفريق في الموسم اللي جاي حسام حسن أبدأ موافقة الانتقال لنادي الزمالك بغض النظر عن الأمور المالية وقال لهم طبعا إنه الزمالك يبقى محتاج يخلص مع نادي سموحة وأنا عارف إنه أنا هقدر أقنع مسؤولي نادي سموحة إنه أنا أطلع بشكل محترم من النادي عدى حسام حسن بالمناسبة يخلص 2026 مع نادي سموحة فلازم طبعا موافقة نادي سموحة الزمالك خلاص حاطت حسام حسن خيار أول في مركز المهاجم للموسم اللي جاي والصفقة في طي الإنهاء بتخلص حسام حسن غالبا في الزمالك الموسم القادم حسام حسن مواجم الأهل السابق واسموحة الحالة يقترب كثيرا كثيرا من نادي الزمالك حسام حسن من شهر تقريبا كان له لقاء معنا هنا فيه رقم 10 أجراء زمالنا أحمد المصري وقال فيه إنه هو لا يمانع الانتقال لنادي الزمالك تعال نشوف جزء من هذه التصريحات ونرجع نكمل كلامنا لو رجع بك الزمال تاني قبل انتقالك للأهل كان قدامك لأهل والزمالك كنت هتختار نفس الاختيار اللي هتغير بصراحة بس أنت تقريبا كان فيك ألم أنت في الزمالك خلاص بص هو في الوقت ده وطبعا أهل والزمالك انت لما بيجي قدامك دي مش بتاعت أنا بقى دي بتاعت النادي انت كان اختيارك ايه؟ أنا مش أنا الاختياري أنا كنت اختياري اسموح أنا رجعت من القارة جيت هنا جيت على اسموحة تاني رئيس النادي الباش مهندس كلمني في التليفون قال لي كابتن محمود الخطيب قعد معي وخلص كل حاجة فدي أنا مرتبط بعدي مع النادي بس هي الرغبة بقى أنا خلاص رغبتي من رغبة رئيس النادي وخاصة دي الوقت لو جالك الأهل والزمالك دي الوقتي اللي أنا هشارك فيه لا تشارك فيه من وجهة نظرك يقولي قولي الأهل والزمالك خلاص هو بص هو نادي الأهل خلاص أنا جربت أنا جربت طبعا لو أنا نادي الزمالك خلاص أروح نادي الزمالك يعني حسام مرحب باللعب في الزمالك لو جوله عرضه بس طبعا طبعا ده شرف كبير برده طيب دي كانت تصحيات حسام حسن من شهر تقريبا مع زمالنا أحمد المصر في برنامج رقم عشرة حاول ترحيبه بالانتقال لنادي الزمالك بممناسبة نادي الزمالك فيه جلسة أخيرة هعملها نادي الزمالك مع محمد عواد لحسب موقفه النهائي من التجديد الزمالك هيعرض على عواد مبلغ 11 مليون جنيه في الموسم ولو رفض محمد عواد العرض ده المفاوضات هتتقفل تماما ده عرض الزمالك الأخير لمحمد عواد مجلس نادي الزمالك بيدور برضو في نفس التويط عن حارس آخر ليكون بديل لمحمد صبحي حال رفض عواد المعلومات الجديدة في القصة بتاعة الحارس قد تبدو مفاجأة بعض الشيء إنه الزمالك بيفكر في محمد أبو جبل محمد أبو جبل أصبح خيار لنادي الزمالك لضمه في الموسم الجديد في بعض الوسطاء تحدثوا مع محمد أبو جبل حول الإمكانية هذا الأمر العودة لنادي الزمالك مرة أخرى ده طبعا في حال إن محمد عواد موافقش على عرض الزمالك الجديد طيب نهاردة لعبة اسمها كيلية نمور لعبة عملت إنجاز تاريخي للجزال وللوطن العربي إنجاز تاريخي خالد النهاردة زهبية الجنباز ده الخبر ده الخبر مش الحكاية ده الخبر الخبر التاريخي بالمناسبة أول مداليا للجزال وأول مداليا للعرب وأول مداليا لكل شيء دهب طيب الكوسة اللي جاية دي ملهمة جدا جدا وركز معايا فيها كيلية اتولدت في 2006 لأب جزائري وأم فرنسية اتعدت في فرنسا فبقى معاها الجنسية الفرنسية طبعا مع أصولها الجزائرية هذه البطلة العظيم هي طبعا بنتمارس ريالات الجنباز من وهي صغيرة من وهي طفلة وبعد كده اتعرضت تركز معايا بقى في اللي جاية ده اتعرضت فجأة لمشكلة في العظام بسبب ما سمية بتفرف النمو ولدت بيها وده أدى لإصابتها بالتهاب في العظم والغضروف في 2021 الطارو يتدخلوا ويعملوا لها عمليتين جراحياتين في الرجبة بعدها راحت للاتحاد الفرنسي وقالت لهم أنا عملت عمليتين وخلاص أنا بقيت جاهزة للمشاركة مع المنتخب الفرنسي فقالوا لها لا روحي يعملي فحصات تانية واتدربي أكتر واتآهلي كمان سنة وبعد كده بيتعالن فطبعا البنت زعلت تقصرت اتحطمت راحت لأسرتها فأسرتها بدأت تخاطب الاتحاد الجزائري للجنبوز قالوا لهم البنت كان بتلعب مع فرنسا بس احنا من أصول جزائرية فعايزين البنت تلعب مع الجزائر وبالفعل حصل ده في 2022 بس لقيحة الاتحاد الدولي لللعبة بتقول انه اللي يغير جنسيته في اللعبة ما يمثلش المنتخب الجديد لمدة سنة لمدة سنة إلا لو حصل اتفاق بين الأطراف يعني اتحاد الجزائر اتفاق مع اتحاد الفرنسي فوافقوا فخلاص مش لازم السنة دي تحصل فالاتحاد الفرنسي رفض رفض انه يتفق في ده فالبنت قعدت سنة وكأنه انتأمن الاتحاد الفرنسي منها لو مرضيش خليها تلعب معا بعد السنة اللي اتعدت فيها عن اللعبة تماما قدرت تمثل الجزائر وقدرت انها تاخد الميداليا الفضية في بطولة العالم بعد سنة بعد سنة دخلت أولمبياد باريس وقررت انها ترد الجميل للجزائر كلها وللوطن العربي ونجحت انها تاخد أول ميداليا زهبية للجزائر في دورة الألعاب الأولمبية في هذه اللعبة ولأول مرة للجزائر ميداليا زهبية من 2012 من أولمبياد لندن 2012 تشايف الحكاية عاملة ازاي؟ واحدة اتحاد أوروبي الاتحاد الفرنسي تحديدا ينهي تماما مستقبلها تلجأ للاتحاد الجزائري يوافق الاتحاد الجزائري انه ياخدها انها تمثل لعبة الجنباز في الجزائر تلعب مع الجزائر تاخد فضية العالم وتاخد زهبية أولمبياد باريس مليون مبروك يا بطل مليون مبروك يا بطل دي حكاية أنا هسيبكوا دلوقتي مع التصريحات المهمة جدا جدا من مارسي الكولر النهاردة بعد مباراة المقنون العرب في المؤتمر الصحفي بعدها هنطلع لفاصل ثم هنستقبل الأسدزة الكبار أستاذ محمود صبري أستاذ محسن لملوم خليكم معنا